الأثر الذي يمكن أن نراه واضحاً للدور الإيراني والتركي في أزمة كاركوك الحالية يعني لا يرى بالعين ولا ممكن تشوف الإيرانيين قريبين على الاتحاد الوطني الكردستاني ويدعمونهم بقوة ويدعمون الشيعة أيضاً في هذا المجال تركيا قريبة على الديمقراطة الكردستانية وقريبة علينا أيضاً وقريبة حتى على أكثر العرب السنة في كاركوك هذه المنافسة ما بين إيران وتركيا لحد الآن ما انعكس بشكل قوي جداً لكن بقاء الحال كما هو عليه ستنعكس بشكل أكثر فاعلية أكثر أكثر فاعلية يعني هنا الدور الإيراني أكثر تدخلها راح يكون والتركي سيكون إيجابياً يعني بالنسبة إلنا تعاملنا مع الأتراك قلت لك قلت زنابك أنه داي يقولون أن تتأسس إدارة مشتركة لكاركوك تتمثل بكل المكونات قد نختلف مع الأتراك في هذا المزال بعض الأحيان أنا أقول لا يجوز يعني هذا غبن بحقنا رغم أن النتيجة الرقمية مو من صالحنا لكن أنا أقول من شدة الظلم اللي وقع عليه أنا وقعت إلى عدم تطقيق سزل للناخبين التغييرات وصلني إلى هذه المرحلة الظلم والقسوة لا تراك لا اقبلوا بإدارة مشتركة يقولون علينا مرات الإيرانيين يدعمون الاتحاد الوطني بقوة أنه يكون المحافظ من أدهم أو تكون المحافظ يعني عربي موالي إلى بعض القيادات الشيعية هذه هم موجود بالمعادلة الشيعة ماكو هم أكراد وسنة وتركبال الشيعة ماعهم كل شيء معهم الشيعة يعني ماعهم كل شيء خطيئ لا بالعكس الشيعويان موجودين لا كنقبل بالمواقع ماعهم لا منصب ولا بقعد الشيعة شوف نحن قائمتنا كان بقيادات شيعية يعني الاتحاد الإسلامي التركماني اللي يقول الأخ جاسم جعفر يعني رئيس حزب وقيادي في دولة القانون موجود ويانا بالقائمة معنا عدنا مثلا قيادات قريبة إلى الحكمة حركة الوفاء التركمانية هؤلاء أيضا شيعة خموش اسمه ما عدهم ولا مقعد ما يخالف ما عدهم مقعد ضمن القائمة لكن عدهم قوة على الأرض وعدهم نفوذ على الأرض وعدهم نفوذ سياسي في بغداد وما نقدر ننكر مثلا حتى منظمة بدر صحيح أن اليوم ما عنده مقعد لكن عنده نفوذ سياسي في بغداد صحيح أن نائب عن كاركوك حاليا موجود ويانا احنا ما نقدر ننكر النفوذ السياسي للقيادات الشيعية موجودة في كاركوك والتركمان يعني احنا ننظر إلى التركمان كلحمة واحدة ما نريد نفرقهم إلى الشيعة أحزاب أو الشيعة تركمان أو الشيعة بشكل أو بآخر تركماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر